مرتفع واجد وبعدين رحنا لتحت وبدين نصعد بالضبط زي ما قاعد يقول لنا الجراف بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد معكم أخوكم علي الزاير وفي مقطع WaveLab يعني Mastering يعني أفكار النهايات العمل اليوم الفكرة اللي أبغى تكلم فيها هي Loudness Graph من أدوات WaveLab هي Loudness Graph والأداة هذه أنت تتعامل معها في Loudness Meter لما تقعد تراقب Loudness Meter ولكن Loudness Meter هو Real Time يعني تحتاج أنك تشوف كل ثانية من ثواني العمل Loudness Graph هذا يعطيك العمل كامل وتقدر تدرس العمل من نظرة واحدة هذا Loudness Graph اللي أنا أتكلم عنه وكيف نقدر نقرأ وكيف نقدر نستفيد منه في عمليات الماسترينج شباب مسألة Loudness الآن أصبحت جداً مهمة أنا ما أتكلم عن اللاودنس فيما يتعلق بمستواه اللي أنت بتصدره إلى المنصة اللي أنت بتصدر فيها أنا أتكلم عن اللاودنس كوزن ماسترينج العمل يعني أنت لما تقعد تسوي الماسترينج تابعك فأنت أساساً تبقى توزن مستوى الصوت اللي يدقل على سمع المستمع وهذه الشباب من أسرار الماسترينج الدقيقة جداً أنت كيف تسمع هذا العمل كواليتي عالي ونظيف لأنه متعادل في سمعك نعم كل واحد يختلف سمعه ويختلف موازين معادلة الصوت على سمعي على سمعك على سمع فلان وعلان لذلك هنا يتميز كل واحد بإذنه وطريقة سمعه ما في بيرفكت في الأمور هذي الكمال لله وحده لكن أنت لما تكون عندك هذه الأداء على الأقل تطلع عملك بميزانه الخاص ومعادل بالطريقة اللي أنت تسمحها الأداء هذي بتساعدك في هذا الموضوع علشان لا طول أكثر خلينا نشوف نتعرف على هذه الأداء وشوف كيف نقدر نقرأ العمل فيها وكيف نقدر نعمل الإيديتينج المناسب علشان احنا نوصل بالماسترينج تابعنا إلى الشيء المناسب أنا عندي هنا في الويبلاب مختار نماذج من عمل زي أنا عملته وهذا عمل إنشادي برضو وهذا عمل موسيقي يعني أنا حاولت وهذا القيتار وهذا الدرامز أنا حاولت أني أنوع نوعية الأصوات علشان أنت تشوف الفروقات بينها راح نتعرف الآن على الأداء اللاودنسيغراف هذه وكيف أنت تقرأ الأعمال فيها وتعدل عليها طبعا اللاودنسيغراف اللي أنا أقصدها هذه متضغط 4V متضغط 4V راح ينتقل إليها هادي اللاودنسيغراف اللاودنسيغراف طبعا بتقولي الآن استغاد علي الموضوع مرة صير مشاربك إلا تصبر علي شوية راح تشوف الأمور جدا سهلة خلينا ننتقل إلى مثلا هذا العمل من الأشياء الأساسية اللي أنت مباشرة بتستفيد من اللاودنس هو أنك أنت تعرف هل أنت العمل حقك في المستوى اللي أنت تبدأ فيه في مسألة الماسترينج يعني خلينا مثلا هذا عمل طالع من الكيو بيس وهذا برضو عمل طالع من الكيو بيس معمول للميتينج لاحظ هنا هذا عمل بعد طالع من الكيو بيس ولكن مش معمول وهذا ميكس وهذا لوب جيتار وهذا درامز وكلهم لوب درامز وهذا لكلهم وكل واحد في لفله فأنا الآن أول شغلة أسويها طبعا قلت لكم هذه الشغلة قبل هو أن أروح لللاودنس هنا وأختار ماسترينج ستارتينج لفل هذا اللفل اللي أنا أبدأ فيه وهو الآن بيعدل لي اللفل للعمل على اللفل اللي أنا أبدأ فيه في الماسترينج فخلينا نشوف الآن أداة لغراف هذه إلى كل واحد قبل وبعد تعديل اللفل خلينا نبدأ في هذا أنا عندي هنا اللاودنس غراف لاحظ قبل لا أتعمق أكثر طبعا الألوان والقياسات هذه تبعي أنا لذلك أنا أقول لكم شباب كل واحد تكون لقياسات الخاصة يعني لاحظ هذا الخط يعني لشي هذا الخط يعني لشي هذا الخط بعد يعني لشي أنا ما أبغى أدقق في هذه الأمور علشان لا أتوك لكن لو بغيت أنك تروح لها فتيجي هنا إلى الستنج هذه وتحدد وطبعا عندك هنا preset أنا علي غراف يعني هذا الستنج الخاص فيني لما تروح مثلا إلى الستنج الديفولت خلنا نقول له apply يعني أنا مخلي الديفولت حقي نفسه خلينا نروح نشوف setting غيره مثلا هذا لاحظ الأمر الآن صار مختلف فأنت عندك الأمكانية أنك تشكل لك هذه الأشياء يعني حاول يعني تعرف هذه القراءات وكذا وبعدين توزن لقراف بحسب الماسترينج اللي أنت يناسبك فأنا ما أبغى أتعمق كثير في هذه الأمور خلينا الآن على طريقتي اللي أنا أتعامل فيها فهذه قياساتي إذا تبغى تقلد عليها أروح تقلد عليها أخذ capture للصورة وحط نفس القياسات أنا بالنسبة لي قياسات جدا مناسبة إلي وممكن قلت لكم قبل أنا سويت هذه القياسات بعد ما راجعت فوق الخمسين ماستر فخلينا شباب من التفاصيل هذي نشوف الآن العمل هذي في لفله الآن كيفه صاير وخلينا أروح إلى loudness هذي وقول له ماسترينج ST ذكر شباب قضية الاقتصارات لاحظ الآن العمل ارتفع إلى منطقة أنا بالنسبة لي هذي المنطقة اللي أنا أبدأ فيها الماسترينج خلينا الآن من هذا ونروح إلى هذا لأنه قلنا 4V الآن وقلنا ST لا معاش تستخدم اقتصارات شباب فبرضو ودى لي العمل للمنطقة اللي أنا أبدأ فيها وهكذا 4V ST ونروح إلى هذا نضوح رفعه روح إلى هذا ووزنه أول شغلة يا شباب هذه أنا أوصل العمل إلى أول مستوياتي أنا في الماسترينج وأنا تكلمت عنها كيف تستفيد من loudness هذي علشان يودي لك العمل إلى مستوى اللي أنت تشتغل عليه كيف أنا أقرأ هذا loudness وويش أستفيد لما أنا أوصله إلى هذا المستوى شباب يمكن تذكرون في سلسلة العمل اللي من التلحين إلى الماسترينج الموسيقي طبعا في مرحلة الماسترينج بديت أستخدم الأوتوميشن وقلت لك أنا استخدام الأوتوميشن هي من أهم الطرق اللي يستخدموها الماسترينج إنجينير مهندسين الماسترينج علشان يوزنوا لك الصوت فهو يسمع يتكتل الصوت في إذنه وبعدين يبدأ يعمل بالأوتوميشن لذلاته حقيقة تراهوه قاعد يستخدم أداة loudness لكن بسبعة أنا هنا إنسان أستفيد من إمكانيات البرنامج فحطلت القياسات هنا وشفت العمل بالطريقة هذه فالعمل الآن لما أنا أشوفه طبعا ما أبغى تعمق في التفاصيل ليش القياسات وصلة لهذا المستوى لكن أبا أقول لك مثلا أبدأ أستخدم الـ envelope بقياسات جدا ناعمة لاحظ 1.2 يعني الـ level جدا بسيط وأبدأ أشوف الخط الأخضر لاحظ يعني أبدأ أحدد إذا كنت أنا بالشكل أراه أنه نازل أو مرتفع يعني مثلا دي المنطقة فيه انخفاض واجد عالي أنا هذا الإنخفاض ما أبغاه فأجي أرفعه مثلا خلينا نختار هذا ونرفعه بشكل هذا فتيجي مثلا المنطقة هذه لا تخاف شباب المسألة مش قطيرة هنا أنا أجي للمنطقة هذه يعني حاول أنك أنت تروح للأماكن اللي جاية من علو عالي إلى نازل واجد هنا الواحد يبدأ يروح إلى منطقة بعيدة في سمعه كاكولايزر وأوليفل وما أدري واشو وبعدين يبدأ يرجع إلى منطقة مرتفعة ففي الحال هذه الإنسان لا شعريا بيشعر أن العمل مو مرضاك الكواليتي ليش لأنه هو ما يدري اختلفت الكواليزرات في أدونه والديناميكية فأنت تحاول قدر الإمكان أن يكونون قريبين من بعضهم ما أدري شباب إذا ممكن أن أسوي مقطع ثاني يعني أشرح لكم الأداء هذه بكل تفاصيلها ولكن أعرف أن المول كثير يحب هذا النوع من الشر لذلك أنا أوريكم كيف تستفيد منها بالحالة هذه أنا وزنت لفلاتي بالطريقة اللي طبعا متعودة أنا أسويها فأنا ما عندي مشكلة عارف النتيجة لكن لما تخلي هذا الجراف متوازن قدر الإمكان فهذا يعني أن العمل متوازن أكثر خلينا ناخد هذا اللي عدلنا هنا ناخد هذا اللي عدلنا الطريقة هذه بس علشان أبغى أوريكم النتيجة فأنا نسوي هذا التراجع وهذا خلينا نجي إلى loudness بس علشان بس نشوف الفرق لاحظ يعني هو المفروض أنه يتعادل فخلينا نطبق الكلام هذا على عمل ثاني كده بعجالة خلينا نشوف اللاودنس حقنا هذا يعني ملاحظين شباب أنه في هنا مثلا نزول وهكذا خليني أستخدمها مرة ثانية بالإنفلوب نرفع هذه المنطقة خلينا ناخدها كامل كده لاحظ مساحة بعيدة ونتكلم عن loudness يعني الصوت قاعد يتجمع في إذنك فخلينا برضو نروح إلى المنطقة هذي بالطريقة هذي وزي ما قلت لكم شباب أنا الارتفاعات اللي قاعد أرفحها كلها بال 1db يعني 1.5 وعلى مدى واسع فما منها خوف فملاحظين الآن يعني ما زلت أحتاج هنا مثلا أرفع زيادة وانت يعني حاول تعمل زي الكمبرسنج لهذا الغراف الآن أنا على الرفع خلينا نروح على الانخفاض خلنا نجي لهذه المنطقة مثلا نقول له اخفضها شي وهذه المنطقة وهذه المنطقة برضو وهذه المنطقة يعني قدر الأمكان أنا خليهم يكونون على الخط الأزرق يعني حركتهم متوازنة فلما تيجي الآن إلى العمل هذا خلينا نشوف العمل قبل ما نوزنه وبعد ما وزنناه بعض الأماكن خلاص تترتب هذا بعد ما وزننا وهذا قبل ما وزنناه هي القضية لما تشوفها في المشروع كامل وتبدأ تسمعه وتشوف راح يكون فيه أثر لاحظ هنا الموضوع هذا مش بالنظر أنا أوريك بالنظر عشان تعرف الفروقات القضية هذه بالسمح انت بعدين لما تسمع العمل كامل بعد ما توزنه راح تشعر ان العمل صار أرتب خلينا الآن قبل يعني أختم نقرأ القراءات المباشرة هذه لاحظ العمل بالطريقة هذه لما أنا أشوفه أعرف ان العمل هذا متوازن في كل مراحله لكن يحتاج زي ما قلنا التعديلات الطفيفة هذه اللي يعني ما تتجاوز الوان دي بي خلينا الآن نسمع هذا مثلا نعطي مثال على دي النقطة تذكر حسين على غبره ما لها كفا تذكر حسين على غبره ما لها كفا إذنك تكون في نهاية المقطع رحت إلى منطقة عالية في الإحساس في الإكولايزر في الصوت وبعدين نزلت تحت وشوي شوي قاعد ترتفع الآن لما مثلا أنا أرفع هذه المنطقة أنا أخذ الانظلوب الآن أنا رفعت المنطقة هذه خلينا نسمع مرة ثانية إذا أنت دقيق واجد في الساعة تلاحظ أن المثال الأول كان الصوت مرتفع واجده بعدين رحنا لتحت وبدين نصعد بالضبط زي ما قاعد يقول لنا القراف هنا لا هنا صح بدينا نصعد لكن ما صار هذا النزول الحاد خليني أرجع إلى المثال في الماسترينج شغلات جدا نعمة أنت لا تحط لذلك في سماعك في الماسترينج أنه بشغلات بصير كده لا أنت بتروح من هنا إلى هنا بس فهذا اللي يميز دقة الماسترينج إنجينير الآن خلينا نشوف القيتار هذا كيف شكله لاحظ يعني القيتار الصوت خلنا نسمعه لاحظ كيف شكل الجراف حقه لاحظ الخط الأزرق الطل الأخضر ما في دايناميكية مثل ما العمل تبعنا هذاك موجود فيه فأنت تقيس تقرأ العمل كيف يكون شكله هذا الإيقاع شباب غالبا إحنا لما نسمع الإيقاع نسمع الإيقاع نشعر أن الإيقاع نظيف غالبا ليش؟ لأن الداناميكية ثابتة الأصوات معروفة ما فيه واجد انخفاضات وارتفاعات في كوميسوت زي ما شرحنا في بداية المقطع فلما تجي لللاود نزميتر هنا وتشوف لاحظ خط مستقيم لكن بالنسبة للأعمال إذا كان الخط مستقيم هذا الكلام هنا لا الكلام هنا يروح إلى اتجاهات أخرى ولاحظ هذه قاعدة مثلا تنزل تقطاع الخطلة يعني هذه القياسات الدقيقة التفاصيل الدقيقة هذه اللي أنا أقول لكم درست الأعمال فيها وقمت أشوف وأعلم كيف أتعامل معها وسويت قياساتي بهذه الطريقة أي نعم مثلا ما قلت لكم هذه تفاصيل كثيرة ما اتهمنا احنا في شغلنا كناس نحب نستمتع لكن اتهم الأنجينيرز هم كده يقرون الأعمال ويقيسون بينها وبين الأعمال الثانية يعني أنا لما مثلا أجيب مسترنج أشوف كيف قياساتي بالطريقة هذه وأجي العملي وأشوف قياساتي أنا هل وصلت إلى شبيهة هذه القياسات أو لا فأنا أتكون عندي أدوات تخدمني غير سمعي أكيد وله هو الشي الأساسي هنا هذه الأدوات اللي أنا حاولت في هذا المقطع أبين لك كيف تستفيد منها نعم فيها تفاصيل كثيرة زي ما قلت لكم هل في مقطع أنا بشرحها بالتفصيل الله العالم أنا حقيقة أتمنى أن أشرحها ولكن أعرف أنه مو شيء واجد يستهويكم عموما هذا كل شيء من السماء الأخرى اليوم تحياتي اليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته